أهلا بحضراتكم من جديد لأهمية الحدث والطبيعة التوقيت كان لابد أن نخرج على الشكل المألوف لمالك وكتابه لأن الحقيقة الحدث المهم جدا النهاردة في القاهرة نهائي بطولة العربية للكرة الطائرة وتتويج الآلي باللقب التامن لها الفرحة الكبيرة كانت لأساطير الصلاة والتتويج المستحق كان للناد الآلي بعد الفوز الكبير على شقيقه النصر البحريني عشان كده كبير الكرة الطائرة العربية الدكتور عبدالهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الكويتي ضيفا عزيزا علينا اليوم دكتور عبدالهادي أهلا بحضراتكم بس قبل ما الدكتور عبدالهادي يخش عايز أقولك معلومة أن الاتحاد العربي كان له رئيس لحد واحد لحد السنة اللي فاتت هو تاني رئيس مش كده؟ لا هو بلد المقر اللي كانت فيه موجودة يعني من سنة 75 هو أونش الاتحاد العربي سنة 75 فانتقل من أخواننا وأشقائنا في البحرين إلى دولة أخرى يعني هو من سنة 75 كان موجود المقر في دولة البحرين مملكة البحرين إلى دولة الكويت دكتور أهلا بحضرتك يعني هو انتقل العام الماضي إلى الكويت وده أول انتقال من دولة مش في الرئاسة ولكن المقر لا الرئاسة كان يعني يسبقني الأخ العزيز الشيخ علي بن محمد في عام أعتقد أنه 18 سنة يعني من 2004 على ما أظن يعني على حسب معلوماتي اللي موجودة دكتور أهلا بيك ونورت وشرفت مبدئيا مبروك على نجاح هذا التنظيم للبطولة العربية يا حبيبي يمكن أنت بديت الموضوع أستاذ إبراهيم أنه أنا ممكن يكون ظرف استثنائي أو حالة مختلفة عندكم البرنامج لأنك تستحق هذا صراحة شرف كبير شكرا وقبل كل شيء أنا أشكرك أستاذ مهندس عدلي وأشكر أستاذ إبراهيم شكرا على الاستضافة وقبل كل ذلك أشكر قناة الأهلي على استضافتنا اليوم والسماح أن يكون أخواننا ومتابعينا من الجمهور الأهلي ومن كافة المتابعين مهندس عدلي مهندس في الصفقات ما بيسيبش حد من غير ما يمضي للأهلي فأنا أعتقد قبل الحلقة ما تخلص سيكون موضي للأهلي والله إذا ما على الأهلي إحنا قابلين أن نكون صفقة يعني لا نملك ثمنه يا حبيبي أنا علاقتي بكرة طائرة واضح والاتحاد العربي من نهاية السبعينات لأن كنت رئيس بعشة النادي الأهلي في الأردن لما أقيمت في الأردن والأهلي رغم أن الشاركة كان لعب الدوليين موجودين مع المنتخب قدرنا نعمل فريق سطع أن يفوز بالبطولة في النهاية على الجيش العرائي هذا فكرة طائرة يعني واضح لها جواية مكان أنا قبل أدخل لايف فكنت تابع تقديمك في المباراة النهائية أنا عرفت أنه متابع جيد اللي بقاعد يتكلم النقاط فنية النضارك كويس فكنت آلف يعني دكتور تبعت أنت البطولة هذاك من البداية طبعا تقييمك لها كمسؤول في البداية يعني كذلك في رسائل شكر يجب أن توجه عبر برنامجكم المميز رسائل شكر توجه للقيادة السياسية في الجمهورية العربية المصرية وكذلك يجب أن أقدم رسالة شكر لدكتور أشرف صبحي على تواجده في التتويج وعلى متابعته وعلى جلوسه معنا وتلمس النقاط القصور المهمة وهذا دور القيادي في عملية الاهتمام في كل جوانب الفعاليات والأنشطة التي تهم الرياضة يعني كذلك عندنا نقاط كثيرة مثل رسالة شكر كذلك إلى الاتحاد المصري بدل جهد كبير يعني أخواني ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري كذلك عمرو مخلوف حسن عابد استاذ هاني مذكور الأخوان كنت تواصلوا إياهم بشكل خلال الفترة اللي فاتت كون هذا الحدث هو الأول منذ تولينا ومع أخواني عضاء المكتب التنفيذي وعضاء مجلس الإدارة منذ تغيير المقر من من بلد إلى بلد فكانت هذه أول بطولة الأسرار أن تقام هذه البطولة في جمهورية مصر لعدة أسواب وجلسنا للعلم يعني جلسنا الجلسات مطولة فكان التوجه العام أن تقام أولا لقدرة مصر وإمكانياتها الكبيرة سواء كانت على إمكانيات البشرية أو استضافة والخبرات والبطولات الكبيرة يعني نحن نتابع بشكل يومي تقريبا إقامة البطولات وأعتقد إذا ما نقلطان في هذه اللحظة إقامة البطولة هناك من 6 إلى 7 بطولات مقامة على أرض مصر صحية فهناك خبرات كبيرة هناك قدرات فنية وإمكانيات هائلة وكذلك حكومة داعمة ووزير رياضة نشط كذلك وشعب محب للرياضة بشكل عام جدا فالحمد لله أنه كان الخيار وكذلك يعني من باب الصدف يعني إحنا كان عندنا لقاء أمس كان موعدنا أن نطلع ولكن كان عندنا اجتماع مكتب تنفيذي اجتماع مكتب تنفيذي مع أخواني عضاء مجلس الإدارة استمر الاجتماع المدة وللعلم يعني هذا هو سبب تأجيلي أنا كنت حطبالي أن يبدأ الساعة ستة وينتهي الساعة عشرة ومعودنا 11 أعتقد يعني فحنا بالضبط قعدنا خمس ساعات آه كذلك الأجندة مليانة الأجندة مليانة وكذلك مهندس عدلي كانت فيه توجه يعني أنت لما تتكلم عن برنامج انتخابات أو برنامج انتخابي وعرض نفسك للإخوان في الجمعية العمومية يجب أن يكون عملك موافق لهذا البرنامج وللأمانة يعني هذا الموضوع أنا عارف أنه فيه صعوبة كبيرة يعني فيه صعوبة كبيرة جدا يعني لأن غالبية الشعارات الانتخابية تختلف على أرض الواقع لصعوبة تطبيقها صراحة وانا ما قلو ما يحب فيه تفاؤل في الوعود بالضبط ملهش على أرض الواقع فيتفاجأون الناس أن الكلام الذي ينقال على أرض الواقع مختلف ما بعد لذلك كانت النقطة التي أنا أشير لها أننا قررنا أن يكون هناك منهجية للاتحاد العربي مختلفة مختلفة تماما وجذرية أن يكون للجميع مشارك في القرار ولا لا يمكن أن يكون القرار لشخص واحد بالإضافة أن يكون ما المقصود بالجميع جميع الأندية جميع أعضاء الاتحاد ما المقصود بالجميع جميع أعضاء المجلس الإدارة المكتب التنفيذي لأن في القالب يكون القرار يؤخذ من أصحاب القرار ولكن أشير في هذه النقطة إلى سماع جميع الاقتراحات والعمل على قبول التوصيات والعمل فيها بشكل جدي وسماع لا تكون ديمقراطية شكلية بالضبط اختصرت علي مهندس فهذا الذي خلنا أمس ونعتدر عن عدم حضورنا هذا الذي خلط فتحت الحوار الديمقراطية فيها جدل فكانت فيها جدل كانت فيه ملفات إذا تابعونها تكون حصرية لاحن ما نشعر المحضر لا تطبع إذا كان في حاجات نقدر نقول خمس ساعات إذا ما في حاجات لا أقول لنا أهم حاجات إن شاء الله إن شاء الله نحطينا نقاط كثيرة وكان أهمها أن يكون الالتزام في برنامج ثابت للبطولات عندنا طبعا هي البطولات لموسم 2023 بطولات العربية انطلاقا من البطولة الأندية 41 في الجمهورية المصرية وكذلك عندنا في بطولة بإذن الله في الكويت في تاريخ يونيو بإذن الله قريناها بطولة منتخبات النسائية سيدات سنستضيفها بطولة عربية للسيدات للسيدات هذه جديدة أو كانت موجودة لا لا كانت موجودة لا لا مش منتظمة وكذلك في نقاط كثيرة تم النقاش فيها زيادة المحفزات زيادة نقاط بالنسبة للبطولات وهذا من هذا المنبر نشكر الشيخة نعيمة الأحمد الصباح اللي هي الرئيس الفخري للاتحاد العربي كونها يعني الشي سمونا هي ساهمت بالضبط يعني ساهمت في المكافآت للفريق الأول والثاني والثالث فلاهتمامها في موضوع الكوادر النسائية والمنتخبات وبشكل عام بالنسبة للوطن العربي إيه تاني في الأجندة الأجندة غير بطولة السيدات في يونيا في الكون يعني بطولة سيدات سيكون فيه تشبيت لمعيد البطولات مثلا ثبتت بعدها يعني بعد البطولة هذه إذا حابت تسمعون أنا أسمعهم أعني أننا أعرف أصل بطولة العربية مشكلة البطولات العربية الإستابلتي إنك أنت ممكن تعمل بطولة طوعة سنتين ثلاثة مسمعش حاجة بعد كده صحيح فاستقرار بطولات العربية أصل إذا كنا مؤمنين أن الرياضة هي الجسر المنطقي بين الشعوب في العلاقات الطيبة فالرياضة لازم تأدي الدور من خلال تواجد فعلي يعني أنا شاف الكويت مهتم بألعاب الصلاة جدا يعني في الباسكت في الفولي يعني ده حاجة يعني كرة اليد شايف أن فيه اهتمام فأنت بصفتك كويتي عربي طبعا لقب العربي يجب كل حاجة بضبط هل ترى فيه على أرض الواقع يعني احتمالية لاستقرار البطولات وانضبطها ومن خلال المحفزات زي ما حضرتك تقولي يبقى فيه إقبال أكتر من كده هي فيه الأمانة هنا أساس أنه يكون الكلام موضوعي ومنطقي هو فيه تضارب خصوصا في إنشاء منظمات جديدة وهيئات جديدة يعني أنت تتكلم عن مثلا تواجد عندنا الحين يعني بطولات أفريقيا على رزنامة 22-23 سوري 20-23 ترجع مرة ثانية عندنا بطولات أساوية عندنا بطولة غرب آسيا فيه بطولات ما أكلمتك عن البطولات الدولية ما أكلمتك عن التصفيات المؤهلة ما أكلمتك عن فيه زحمة بالرزنامة الرزنامة مزدحمة فيجب أن تضع القرار والرزنامة أن تكون بمعايير ثابتة لمراعاة ظروف الاتحادات سواء كان الوقتية وكذلك المالية فهذه النقاط يجب أن يتم الاهتمام فيها فما في أحد ما أود أننا نزيد عدد البطولات ولكن مرات وكل شيء بمقدار يعني ممكن أنا أزيد العدد ولكن هذا يسأل يعني ممكن أن يعمل خلل في جودة البطولة واللي هذا اللي نحن كان كنت حارك على حضرتك في الجزئية دي لأن عندنا أعتقد أن من أكبر الصعوبات أن العرب موزعين بين عرب أفارقة وعرب أسيويين فالرزنمات مختلفة ويمكن هذا جمال الاتحاد العربي أنا خذيتني نقطة مهندس عدلي كذلك وانا تابع كلمتك يعني قبل شوي يوم قلت لي أنت تكلمني قلت القوة الناعمة أيو هي لما رجعت الأهداف الأساسية من إنشاء الاتحاد العربي رجعت له يعني أنا حتى أنا حادث ترى مش دلوقتي يعني هذا الكلام راجع لأ حتى من لؤية الانتخابات أول شي ترى هي المؤسسة دي عايزة الناس التي عملوها يعني أيها كان في دماغ شنو يقول فأنت وين تروح تروح للأهداف طبعا بالمنطق يعني فرجعت للأهداف شفت الأهداف ولا الأهداف طبعا هو تتكلمون عن كرة الطائرة ولكن في نقاط كثيرة بعيدة عن موضوع الجوانب الفنية لكرة الطائرة مثلا تكلموا عن نشر البحث العلمي والمذكرات العلمية الخاصة في الرياضة طيب بدأ اتحاد العربي شنو علاقته لذلك أنا أتكلم حتى في نقاط نشر الثقافة والاحتكاك لما تنظر حقه هو الاتحاد العربي كرة الطائرة طيب الاتحاد العربي نوقف عشان نتكلم عن الاتحاد العربي شنو الاتحاد العربي الاتحاد العربي وجوده لزيادة الاحتكاك ما بين الشباب العربي من خلال ثقافاتهم من خلال تقاربهم من خلال يعني حتى كذلك أثارتني نقطة أن من صلاحيات الاتحاد العربي أو من وسائل الاتحاد العربي فضل نزاعات في حال خلاف بعض الاتحادات فهو دور مو بس تنظيم بطولات أنا أتكلم أنه أشمل بكثير فيجب أن تكون أخلاقي أخلاقي جانب أخلاقي وقيمي وفني فالرياضة ليست يعني ليست كصرفة بالضبط ولكن معايير يعني هي ليست أنا أتكلم عن ثقافة أتكلم عن حضارة أتكلم عن فن أتكلم وهو الجانب الأخلاقي هو الأساس أساسا في وجود الجانب الرياضة طبعا فهذا هذا زيادة عدد البطولات خصوصا أن كنت تتكلم عن كل الشرائح يعني تتكلم عن منتخبات سيدات فريق أول ناشئين شباب وناشئين تتكلم عن كل أحمار كل عمر محتاج لطريقة تعامل معينة محتاج ل أرزنامة مختلفة خصوصا في المناهج الدراسية تكون مختلف فعملية النظر للاتحاد العربي أنه من ينظم البطولات أنا أشوف هذا ظلم كبير ظلم كبير للاتحاد العربي ومنتسبينا حيقودني هذا إلى سؤال لأنك حضرتك قلت أن أحيانا كسرت الفرق المشاركة ربما تكون على حساب الجودة مقلقت شوية من بعض الاعتذارات لأسماء كبيرة قبل البطولة والذي كانت ربما ضرت أن فعلا قد التنوع في البلاد المشاركة فرص أكتر وهذا الموضوع إذا عرفنا الأصل لدينا عدد الدول الموجودة في الاتحاد العربي ثمانتعش ثمانتعش دولة فلما تتكلم على في العادة جارة العادة أن يكون هذا العدد أو أقل كثيرا ولكن عدد الفرق مختلف عن عدد الدول المشاركة وهذه النقطة أشرت لها أنت مهندس سادلي عندنا عدد الدول المشاركة عشر دول فأنت تتكلم أكثر من نص وفي تنوع بالإضافة أبس أنا كنت متواجد في الاجتماع وتكلمت حتى مع رئيس اتحاد اليمني قلت أنا أسعد شي صراحة وجود فريقين من اليمن يعني موجودين المشاركين فتواجدهم واحتكاكهم خصوصا في ظل هذه الظروف أخواننا من فلسطين مشاركين البطولة اللي فاتت لا يوجد نادي ليبي مشارك المرادة موجود ظهور فريق العماني بالمنظر ظهور فريق العماني والمباركات أنا يمكن قبل أن أدخل عليكم فيه اتصالات يعني كبيرة قاعدت توصل أن هذا التنوع وحصول المنتخبات في التنوع حتى في المراكز السابقة يعني يمكن البحرين هي اللي حافظت على وجودها منظم المراكز الثلاثة يعني هذا التنوع الموجود ومشاركة عديد من الدول بصراحة يعني أنا ما يصير ما أشيري للنقطة بشكل مباشر جمهورية مصر واستضافة مصر في هذا التوقيت كانت سبب رئيسي في التوجه العام لكثير من الدول فمصر بحكم موقعها الجغرافي مصر بحكم أن الناس موجودة يعني بالإضافة أنه الزخم الجماهيري زخم جماهيري الناس بتحب تكون موجودة بين الشعب المصري الودود اللطيف المحب للوطن العربي صراحة أعد نسأل أستاذ إبراهيب تسمح لي طب إذا كان في حرك في الإجابة أكثر من كده حرك لا يعني تبدأ البطولة بدون جماهير ولكن بعد شوية نشوف الجماهير اللي أكسبت المباراة ترون لقم وزق ثاني خالص هل هل كانت نواحي اقصادية أم فنية أم تنظيمية والله كان في البداية قرار تنسيقي وتنظيمي ما بين الاتحاد المصري والجهات المعنية في الدخول فجلسنا في جلسات مطولة مع الأخوان الموجودين وطلبناهم أن يكون لازم نتواجد الجمهور والأخوان في الاتحاد المصري الأمانة يعني مشكورين فتحوا هذا المجال للأخوان للجمهور وشفنا اليوم الحمد لله أن التتويج والجمهور كان شكل جميل جدا تعتبر المطولة من ناحية الفنية من ناحية الفنية نحن لا شك نطمح أن يكون أفضل يعني كانت مباريات كثيرة فيها يكون وان سايد جيم يعني كانت مباريات ولكن أنا نفس ما قلت لك هي عملية تطوير البطولة وتطوير المستويات الفنية لا يمكن أن يكون فيه معسكر ولا يمكن أن يكون فيه قرار فردي صحيح ولا يمكن أن يكون فيه مدد بسيطة عالي شغل إذا نحن نتكلم بها الصورة لابن نشتغل صح لازم أن تكون نقاط مختلفة هذا مشروع مشروع يقدم يعني ويقدم بشكل واضح ويمكن هذه النقطة تأخذني إلى نقطة أخرى يعني نحن نتكلم عن انتشار لعبة داخل الوطن العربي أيوة طيب أنت شون تبين تنشر اللعبة أنت يا مجلس إدارة أنت جيت موجود الحين وتبين تنشر اللعبة ليس ضروري أن يكون هناك دراسات وأن يكون مشاريع وأنا قاعد أتكلم أن المشاريع والدراسات هذا ليس الكلام الذي كل مرة ينقال يجب أن يكون ويطبق على أرض الواقع وبفضل الله احنا باجتماعنا أمس أخذنا قرار جدا مهم وهو أن يكون البطولات بالنسبة لتوسيع القاعدة للبراعم في زيادة المهرجانات ومشاركتهم فاخترنا أن يكون الوقت بإذن الله سيكون في العطلة الصيفية سيكون بالضبط في يوليو يعني 15 يوليو البطولة الفكرة التي كانت موجودة وقت ريحت لتوسيع القاعدة لا يمكن تطوير بدون زيادة عدد المشاركات بدون زيادة شريحة الأولاد والمنتسبين وممارسين اللعبة فكانت الفكرة أن يقام بطولات في زون المشرق العربي والمغرب العربي وزون الخليج فمثلا يكون هناك هو العدي تكلمنا عن لنفترض يعني أنا قاعد أقول إجمال يعني إحنا 18 دولة يكون ستة بسابعة بخمسة سبتة بسابعة بستة يعني أي أن كانت تشكيلة على حسب الدول المشاركة فيها فيكون بعد ذلك بعد المشاركات لعدة أسباب هي الفكرة كانت موجودة يعني الفكرة أن لسهولة التواصل ما بين الدول وعدم زيادة التكاليف المادية لانتقالهم من دولة إلى دولة المشاركة في البطولة وخصوصا أنهم يعني كل زون يكون موجود وتكون المشاركات وهذه البطولات يجب أن تفعل بشكل مستمر يعني لا تكون محصورة على وقت معين لا في أي إجازة في أي وقت معين ليش ما نشوف كرة الطائرة في كل مكان وخصوصا أن أنا أتكلم على كرة الطائرة هي اللعبة الثانية شعبية على حسب الدراسات الأخيرة الموجودة أم لعبها محدودة مش عايزة إمكانات قوية يعني أم لذي تكلمنا عن الشواطئ يا مهندس ياسر فالشواطئ اللي هي حتى تكاليفها بسيطة وإحنا اشتغلنا على هذا الموضوع يعني في دراسات وفي رؤى وتطلعات كبيرة من أخواني أعظام مكتب التنفيذي على زيادة المساحات وانتشار اللعبة وزيادة احتكاك الفرق من خلال البرامج ما كان في اللقاء والله يعني هو كان بصراحة يعني أنا زيارتي لصرح مثل نادي الأهلي يعني أنا تكلمت ويام محمود الخطيب على نقاط كثيرة يعني على الجانب الشخصي يجب أن أذكر نقطة معينة تبارك الرحمن من الشخصيات المميزة من الشخصيات يعني تشعر أن أنت قاعد ويا من فترة طويلة ولا يشعرك في أي شعور يعني 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 كاننا مقربين جدا فتكلم الرجل قال النادي الأهلي مقدم لكل الدعم للاتحاد العربي وسألنا في تفاصيل دقيقة يعني عن الموضوع ما يخص ورجل خبرة ومعني في الموضوع فتقريبا هي شبه الأسئلة اللي نحن قاعدين نتكلم فيها فكان نقاش بيننا تفعيل دور الاتحاد العربي تفعيل وهذا يأخذني نقطة أستاذ إبراهيم يجب أن أشير لها يعني دور العلاقات يعني الرياضية أي الكويتية المصرية لأنه كان فيه أحنا أعتقد فيه ثمانية ثمانية مايو القادم فيه بطولة ضخمة بطولة اللعاب المائية اللي تم التحضير لها خلال فترة أي القرار كان من رئيس الاتحاد الدولي للسباحة السيد حسين المسلم أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية فالبطولة من أحد البطولات من أضخم البطولات اللي موجودة وجود متنافسين على مستوى عالي ومحسوبين حتى في على مستوى العالم كذلك العلاقات المصرية متجذرة ومتأصلة منذ فترة طويلة يعني عندنا وأنا تكلمت بالضبط في هذا الجانب أخوي عبدالله شاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم كان في زيارة قبل شهرين تحديدا وكان زار النادي الأهلي وأبرم بروتكول ما بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الكويتي فأحنا نتكلم عن احتكاك الشعوب وعلاقة مصر هذه علاقة متوطدة وأصيلة وبإذن الله ستستمر ذلك بظل قياداتنا السياسية والرياضية كذلك إن شاء الله البطولة اللي جاية أقرب حدث عندكم هو الحدث اللي في الكويت بطولة السيدات بإذن الله قبلها في حاجة لا ما في شي ما في حاجة لا الاتحاد المصري إيه شكل التنسيق بينه وبالاتحاد العربي على خير نحن داخلين رمضان وكانت كانت في فكرة يعني أن يكون في بطولة خلال رمضان وهذا تم نقاش يعني لم تقر البطولة أنا عشان شيء ما أقلت لك توسيع المشاركة في ما بين الدول يجب على مجلس الإدارة أن يخلق مساحات جديدة يجب أن تسع آفاق جديدة يعني هو شكل البطولات المتكرر والمتعودين عليه أن يكون في منتخبات أندية براعم ناشئين طيب يعني هذا السيستم إذا أنت تستخدم نفس الطريقة ولا تحصل على نتائج جيدة فأعتقد أنه استنزاف للوقت تعيد نفس الطريقة وتنتظر نتائج مختلفة يعني هذا ضياع للجهد والوقت لذلك نحن في مجلس الإدارة ارتقينا أن يكون نفس النقطة التي قلت لك قبل أستاذ إبراهيم أن يكون تنوع بالنسبة للبرامج كذلك نقطة أن تكون المشاركة بطولة أن يكون التضامن العربي الإسلامي فكرتها يعني أن تكون ما بين الدول العربية والإسلامية أي أن كان العدد يعني لزيادة الاحتكاك ما بين الفرق العربية وأن يكون إخواننا في الموجودين في المشاركين في البطولات لدمج هذه الثقافات وأن يكون هناك على جانب البطولة أمور أخرى يعني أمور أخرى لسه كنت أتكلم يعني لماذا لا يستفاد من هذه البطولات لمزق الحضرات ومزق الثقافات والتعريف بالثقافات الشعوب ويبقى أمور أخرى من ضمن الأمور الأخرى أن مثلا كل فرقة تقدم فقرة فنية على هامش البطولة من تراصها في ليلة تسمى باسمها ليلة كويتية في خلال البطولة يبقى بنخرج الناس بنقعدوا ميصاروا مع بعضا بثقافة كويتية ثقافة بحرينية ثقافة مصرية جميل يعني يعني أنا أرى أني دي بنتخدنا إلى الأهداف الأهم والأقوى مزج الثقافات ومزج يعني هي دي اللي بتعمل الروح يعني يعني لأن يعني إحنا عايزين يعني بطولة بتاعة مصر دي يعني كنت أتمنات تكون حجر زاوية لانطلاقها جديدة في مستقبل اللقاءات العربية في الكرة الطائرة هذا صراحة نقطة جدا مهمة يعني وحييك على إثارتك النقطة مهندس عدلي يعني أنت تتكلم على الجانب الثقافي وما هو دور الاتحاد العربي والرياضة بشكل كامل يعني ما هو دورها في نشر الثقافة والحضارة والتواجد وامتزاجها وامتزاجها بالضبط فالفكرة التي تطرغ لها توسأني عنها أستاذ إبراهيم أن بطولة التضامن العربي الإسلامي طيب لما نتناقش هي بطولة العربية البطولة العربية شكلها المعتاد نفس اللي صارت للحين وأولي نفسي اللي راح تصير في وقت لاحق أي احنا طلعنا عن النمط العام وتكلمنا عن جانب ثقافي هذا الجانب النقطة اللي أشرت لها يعني راح تكون محل اعتبار صراحة مهندس عدلي وأنا أوعدك عرضها على المكتب التنفيذي وأيضا أرى مثلا أن الدولة المضيفة يعني يطلب منها كده وحترحب جدا أن يبقى لها برنامج سياحي يخصها للوفود جميل فنبتدي نتعرف على بعض صح وهذا هذا الكلام كنا بدأنا الحلقة فيه أن نظر الاتحاد العربي أكبر من تنظيم بطولات وهذا مو كلامنا هذا موجود في دستور الاتحاد العربي وسبح الله أنت كأنك تقرأ الأفكار الموجودة عند المؤسسين إن شاء الله سنعمل على هذا الاتجاه هذا وعد يعني إن شاء الله وإن أخوان يتقبلونا مبادرات من خلال اتحاد الكرة الطيرة تبعد وتنتقل الاتحاد البطولات العربية على مستوى الأندية ربما كانت الحساسية فيها أقل شوية لكن على مستويات المنتخبات كاس العرب للمنتخبات المنافسات العربية العربية دايما فيها حساسية أنتوا بص لها إزاي ومخطط لها إزاي يعني أستاذ إبراهيم سؤالك صراحة شوية يعني كأن أنت جاعد تجرى أفكارنا يعني بالضبط كان في لي زيارة نحن البطولاتنا القادمة في تاريخ 15 أكتوبر راح تكون في أربيل أربيل العراق وهذا تم أقرارها فقمت في زيارة في قبل شهرين تقريبا تقريبا في نوفمبر زرت أربيل للاطلاع على المنشآت والاستعدادات والشكل التحضيري العام للبطولة فهو كان القرار والتوجه إلى العراق لنفس الأفكار التي نحن تكلمنا فيها أنت لازم تذهب تزور الدول التي هي موجودة معاك جميع المهمية يعني أنت إذا موجود في هذه الدول العربية مكانياتها بالإضافة أن هذه الدول هي الأحوج لإقامة بطولات هي معاناة معاناة وعاديين يخرقوا وجانب ترفيهي وترويحي هي مجل لازم أنك أنت كل مرة يعني أنت تتحقق بطولة هذا الأمر من رئيس كويتي للإتحاد العربي ينظر إلى العراق هذه النظرة لأن هذه النظرة المنطقية التي تقول الفطرة عليها يجب أن يكون العرب على هذه الفطرة والحمد لله بصراحة أنا قاعد أنظر لكل الدول تقريبا وأقول لك الحين أنا جايك في الكلام فزرت العراق فالتقيت مع رئيس الإتحاد العراقي لها التحية أستاذ جميل عبادي فالتقينا مع بعض وتكلمنا مع مستشار رئيس الديوان أستاذ أوميد رئيس الديوان عذرا فالتقينا وياه فتوجهنا إلى رئيس الديوان قليم كردستان أستاذ أوميد صباح رجل صراحة يعني أنا لما دخلت عليه استغربت فكان الكلام أننا نحن جايين والاهتمام في الجانب الرياضي في إقامة منشآت وإقامة دعم على كل الجوانب يعني لدعم الأخوان في أربيل فبعد جلسنا معه وتقريبا التقيت مع الرجل هو رئيس الديوان ثاني يوم وصلني خبر أنه تم الإقرار من قبل الأخوان الموجودين في حكومة كردستان على إنشاء صالة لمتعدد الأغراض للشباب الرياضي الموجود في كردستان فهذه الزيارات يعني لتكلم عن كونك رئيس الاتحاد عربي أنت ما تنظر في أنا وكنت من لاحظتوني أنا مو قاعد أتكلم أبدا في جانب في جانب تنظيم البطولات فيها أدوار فيها كوادر دي سهلة دي أبسط حاقة يعني نحن نجد تشتغل عليها أنت أنت تروح لازم في نقاط أسمى وأعلى من هذا الموضوع بالذب فتتجه بالإضافة أن كانت في يونيو الماضي أقيمت بطولة يمكن موجودة وذكرناها بطولة وطن واحد هذه بطولة أقيمت على الأراضي الفلسطينية وكانت ما بين هذا يمكن أخوي حمزة راضي رئيس الاتحاد الفلسطيني وكان لجد دور كبير الأمانة ومجهود في عمل البطولة فكانت الفكرة أن تقام ثمان فرق من الضفة وثمان فرق من غزة ويكون النهائي في غزة النهائي للبطولة هذا التنوع أن يكون هذا القرار والبطولة كانت ما بين وطن واحد في رعاية سيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمم الكويتي الذي حضر توج رئيس شخصية مرموقة الحية يا حبيبي الله يحفظك لا لا كم الذي توج في البطولة أستاذ جهاد قطيشات الذي هو رئيس الاتحاد الأردني هذا التنوع والمزيج هذا المطلوب أنت تكلم عن دور فاعل ودور أعلى من موضوع الرياضة أنا تكلمتك الآن عندي زيارة بإذن الله في نفس السياق أنا بتاريخ 14 سأحضر ليبيا لحضور السوبر في ليبيا هذه بدعوة كريمة من أخواني بالاتحاد الليبي و هذا الكلام بإذن الله سأرتب هذه زيارة خلال الأيام القادمة فأنا ترى هذا كله في مجرد ستة أشهر نحن قاعد نتكلم ده كويس ده أنتو كمان بصين للمناطق العربية اللي محتاجة الدور تتكلم في ليبيا في العراق في سوريا في اليمن تعاني من ظروف خاصة في فلسطين فالرياضة هي المتنفس والطرفيه الجميل واللي بينقل الصورة الطيبة عن العلاقة العربية هذا النقاط اللي لما نتكلم على النظرة يجب يجب كونك رئيس مؤسسة تحمل اسم العرب أيا كانت المؤسسة صحيح أن تعرف احتياجاتهم وأن تتلمس جراحهم وأن تتلمس ودرك أكبر وأن تمسيلهم جميعا بالضبط وأن تكون على معيار واحد ما بين الجميع صحيح صحيح تبقى القوة المادية والأموال هي وقود الحركة أكيد هل هناك تفكير من الاتحاد العربي لتنمية موارد ومحس أن البطولات التي تقام تبقى بمرضود مالي جاذب أن الدول تبقى يعني شايف أنها كمان مش بتصرف لا دي ممكن تكسب صحيح من خلال أداءها الفني يعني بلا شك لا يمكن أن تقام أن يكون نجاح بلا موارد مالية صحيح يعني هذا كلام أصلا غير واقعي شكل الجذب للمؤسسات والشركات التسويقية هي تطلب نجاح كي تأتي ويتطلب متابعين فلا يمكن أن يكون عندك سبونسر بدون أن يشوف أن هناك نجاح على أرض الواقع بالإضافة أن تكون البرامج والرزنامة ثابتة ومحددة التنوع في وجود البرامج هذا الحمد لله يعني إحنا أمس أقرينا نقاط كبيرة في هذا الجانب وخذينا نقاط أن يكون التعاقد مع شركات وكلفنا تم تكليف لجنة من أخواني رئيس الاتحاد المصري طبعا هو لابع طويل مهندس ياسر في هذا المجال ومهندس مهندسي الأثنين رئيس الاتحاد العماني في فتح آفاق جديدة تمت طروحات بإذن الله هي الآن قيد الدراسة ونحن ماشيون فيها فأن تكون هناك شركات داعمة في نسب وأقرين النسب يعني أن تكون خمسين بالمئة أعتقد وتم تكليف اللجنة في إضافة بعض النقاط والوصول إلى ما هي النقاط التي ممكن تجذب هذه الشركات وفتح قنوات تواصل معهم وموافاتنا في النقاط هذه إن شاء الله خلال تستمع القادم بإذن الله كلها أمور في بعض اللقطات حدك عايز تعلق عليها نشوف بعض اللقطات من نشاطات الكرة الطائرة ونشوف تعليق الدكتور عبدالهادي عليه يعني أنت ليك تعليق عليها يا دكتور حتشوف دلوقتي شايفني آه النشاط ده هذا بطولة وطن واحد هذه كانت في في الضفة في الضفة الغربية في الضفة الغربية شوف تفاعل الجمهور يعني يعني هذه يعني مثلا لما تكلمني مهندس عدلي أنت تتكلم ترى على الإمكانيات مادية ويعني ما كانت مبالغ كبيرة يعني لتم صرف عليها ولكن هي كانت فكرة طبعا كانت فكرة والأمانة يعني كنا موجودين في اجتماع فكلمت أستاذ حمزة راضي رئيس الاتحاد نحن ليش ما نعمل البطولة أي وكانت يعني جد يعني ما تكلف مبالغ مالية كبيرة ولكن لو تشوف النتائج على أرض الواقع وسواء سواء مهور واهتمام وفتفاعل شوف الأولاد هذا الشعور الموجود عند النقطة التي تتكلم عنها مهندس عدلي يعني ملامسة والتقرب من الناس والشعب العربي والشعب الرياضي تحديدا أي في أي طريقة ممكن أنت تتوفرها أنت ما تفتح أفاق جديدة متى ما تفتح أفكار جديدة ولكن لإعاز أن المال قد يعيق كل شيء هذا من لا يستطيع فتح أفاق جديدة لا للعجر إحدى مالهم لا فلوس ولا أفاق لا المسؤولية عايزة تفكير وتركيز وابتكار الله يساعدنا إن شاء الله ونكون على جد المسؤولية إن شاء الله طيب الكرة النسائية لأننا برضو لما أتكلم على الكرة الطائرة يمكن في مصر الكرة الطائرة النسائية وصل المرحلة متقدمة ربما كانت رياضة المرأة العربية أقل كثير في كثير من الدول في بعض الدول بدأت لكن أنتو نشط الاتحاد العربي في الجزء فعلا عندنا في فرق كثيرة من الاتحاد العربي بالنسبة لمنتخب السيدات مشاركين كون غرب آسيا هو جزء من الاتحاد العربي جزء من الفرق موجودة في 12 دول نحن موجودين في غرب آسيا وقدم التحية لأخوي علي غانم الكوالي رئيس الاتحاد الغرب آسيا فشارك الدول كثيرة أفريقيا لم تشارك فأنا التنظيم الفترة اللي فاتت أنا كان يعني العرب الأفارقة ما شاركوش لا لقزائر ولا تول لا بحكم هو وجود الاتحاد غرب آسيا مكون من الخليج والدول الغرب آسيا فأنا أقول لك الدول شاركنا شاركت عشر دول الاتحادات والدول العربية متحفزة للمشاركة فلما تكلمنا على الجانب الفني هناك فرقات كبيرة ما بين المنتخبات النسائية بالنسبة لآسيا عرب آسيا وبالنسبة لآرب أفريقيا عرب أفريقيا أصول مرأة بدأت البيضة من بدل لا يعني حتى الكرة المصورية لم تتطور إلا بعد ما ابتدت تخشف من نفسها مع كينيا طبعا هي المشاركات نحن عندنا بصراحة المنتخب اللبناني للسيدات قدم أداء رائع خلال فترة اللي فاتت وفيه مواهب وفيه يعني عناصر موجودة فيه منتخبات منتخب الأردن عندنا كذلك منتخب الإمارات السعودية بدأت هي المشاركة للمرأة خصوصا في هذا التوقيت أنا أرى هو النجاح خصوصا المشاركة تطور ثقافي أفريقيا هي سابقة شوية بحكم الاحتكاك والمشاركات السابقة تونس المغرب الجزائر مصر يعني فيه عندهم منتخبات نسائية قد شاركت فيه مناسبات كبيرة وفعاليات كبيرة فيه بلا شك أن يكون هناك فروقات ما بين وعلى مستوى النشئين يعني منتخبات النشئين المسائل واخد اهتمام بمنتخبات النشئين والشباب ولا بطلاطة العربية الفريق الأول لا لا هو عندنا الجدول مليء فيه برامج بالنسبة للشباب والنشئين وأنا قاعد أقول لك الحين أنا قاعد أفكر في توسعة الغاعدة بالنسبة لانتجار اللعبة على مستوى المهرجانات والبراعم فبلا شك أن قراراتنا راح تكون متوافقة مع البطولات اللي هو الأعمار المطلوبة في البطولات الأسوية والأفريقية والقارية والدولية بإذن الله شاء الله دكتور نحن سعداء جدا جدا بحضاتك النهاردة الله يحفظك ولي هل لديك أقوال أخرى والله أنا شاكر لكم جدا شكرا وقناة يعني في حجم النادي الأهلي يعني بصراحة يعني أمر شرف يعني شرف لنا الله يحفظك وأنا يمكن استغربت من متابعة أنا في زيارتي لمجلس إدارات النادي الأهلي فكلموني الأخوان الأعضاء هنا قال نحن متابعين النادي الأهلي أو مشجعين النادي الأهلي عذرا 454 مليون في عالم مستوى مصر لإحصائيات من شركة فأنا رديت تلقائيا قلت إذا في داخل مصر 54 مليون ضعفوهم بالوطن العربي بالوطن العربي صحيح فأنا سعيد الظهور على شاشتكم المميزة وخصوصا تحمل هذا الأسم الكريم بالإضافة أنا أشكر الأخواني في الاتحاد المصري ولجميع من قام على تسهيل وقيام هذه البطولة وبإذن الله أن تكون مصر كعادتها حاضنة للشباب العربي إن شاء الله إن شاء الله دكتور كل الأمنيات الطيبة وبالطفيق بإذن الله الله يوفق شكرا جزيلا للدكتور عبدالهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الكويت اللي حضر النهاردة الكرة الطائرة أنا آسف اللي حضر النهاردة تتويج الأهلي بطلا للبطولة العربية للكرة الطائرة للمرة التمنع على التوالي لقب عربي كان رفيع القيمة ولقاء زادت أهميته في حضور الرجل الأول للاتحاد العربي للكرة الطائرة مرة تانية دكتور عبدالهادي شكرا جزيلا لحضركم شكرا جزيلا للدكتور عبدالهادي الشبيب هنطلع للفاصل وبعد الفاصل احنا شفنا الفرحة هنشوف الترقب عامل ايه